اسمه مشروعي طلع ادوات كهربية الحكاية انه هو اشترت عليه شرط هتتأخر في التقصيد سأزيد عليك عشر في المية هذا اسمه الشرط الربوي المعاملة صحيحة الان هو يملك الادوات الكهربية لكنه عندما باع عقد واشترت نعم ستدفع من فيه زيادة عليك لكن كل تأخير سأزود عليك هذا اسمه عقد بشرط الربوي قال الحنفية وقال اه قال المالكية اه قال حنبيل وقال حنفية العقد صحيح العقد صحيح والشرط باطل وقالوا من استطاع ان ان يتخلف عن الشرط له ان يتعاقد وانا اعجب كل العجب من 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 كلام احمد في ادي المسالة لانه من اصول احمد سد الزرائع ودي زريعة زريعة للربا ايه شريبي يحدث هذا عامة دعنا من الاصول الان هذا العقد باطل لان فيه شرط ربوي يرجع على من اقتضى العقد بالبطلان فالعقد باطل ولا صح العمل به ولا صح الشراء بهذا الباب والشرط ربوي يرجع على العقد بالبطلان على قول الشفاية والمالكية وهذا الصحيح ومطلق منه هنا يقتضي الفساد من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد فقد عقد عقد ليس عليه امرنا فهو باطل العقد باطل لا صح هذا الباب شكرا